السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي أينما كنتم وحيتما تواجدتم أنتم وأحباكم إن شاء الله تكونوا بخير أحبابي كي شفتوا اليوم غد نهضروا اليوم على السالمية أو القسعين بما يعرف بناعمة الحقول المريمية اللي هي من نباتات العشبية العطرية اللون ديالها خضر ماي الفضي مخمالية الملمس طعمها لاذغ شوية وطعمها فريد من نوعه ولكن لذيذ الكتير كيعرفها بعشبة النساء على حقاش كتساعد على ضبط الهرمونات النسائية وبالأخص سن بعد الأربعين التركيب ديالها فيها حامض الروز مارينيك والفلافوني دات والصابونيين الخصائص اللي فيها أنها مطهر، مضاد للتشنج، مضاد للتعرق، دافع للريح، منشط لإفراز الصفراء، مطمث، خافض للسكر، منبه، هادوم شافي للجروح إذن السالمية كتنظف الرحيم وكتحميه من الالتهابات وكتنشط المبايد ديال المرأة إذن هي كتساعد على الحمل وكتسهلو كما أنها كتعد من مسكينات أعلام الدورة السالمية كتنشط كتنشط الداكرة كما أنها كتنفع في تخفيف آلام الحلق الناتج على الاحتقان الشديد وكتوقف نزيف اللثة السالمية كتحتوي على حامض الروز مارينيك اللي هو مضاد للالتهابات كيخفف الروماتيزم والتشنوجات العدالات وتشنوجات العدالات وكيخفف من مستوى السكر في الدم كيف قلت وكيعمل على تخفيض الكوليستيرول كينشط الدورة الدموية كما عند السالمية منافع إذن عندها حتى أضرار اللي من ضمنها فهي ممنوعة على الناس اللي عندهم داء السرع وممنوعة على الناس اللي كيشربوا الدوة ديال العصاب وممنوعة حتى على الناس اللي عندهم ضغط عالي وممنوعة على المرأة اللي كتردع لحقاش هي كتوقف إضرار الحليب إذن المرأة اللي تردع خاصها تحاول أنها ما تشربهاش في هذيك الفترة ولكن وخا عندها أضرار هي المنافع ديالها أكتر من الأضرار ديالها وعندها بزاف ديال الاستخدامات نشربوها مع آتي ولكن ما نشربوهاش على المعدم اللي تكون خاوية إذن نشربوها بعد الغداء أو بعد الفطور كما أن يمكن لنا أن نيبسوها ونطحنوها ونضيفوها الحنة أي لا بغينا أنصبو الشعر هي كتنفع بزاف هي من الأول هي الأولى في سباغة شعر ما بين الأعشاب وكتمنع ظهور شيب نغسلوها ونشفوها مزيان ونضيروها في قرعة ديال الزيش ولم اللي نكرموها حتى من اللي كان حتفضو بها هركة تبقى عندنا مدة طويلة خاصها غير تكون ناشفة مزيان ونقادر نزيدوها حتى في العجين إلا بغينا نستفدو منها شو بغينا وحد نسمة تقولينها نسمة زوينة في الخبز أننا من تكون كارمة حتى تكونش الدول حتى تحتوها في العجين في العجين ونضيروها في الخبز ولكن في كل هاد الاستعمالات أننا من فوتوش مع القاوحدة من هاد السالمية ودابع غدا نوريكم غدا نتاقل جزء تاني غدا نوريكم كيفاش غدا ناخر ندير الزيت ديال السالمية هاد الزيت اللي هو اشا نقول لكم اكثر من رائع والريحة دياله بنسمة النسمة دياله سبحان الله كتجي مجهد على الريحة ديال دك الزيت كتكون مجهد على اي لاش دينا السالمية وطبخناها ما غدايش ناخد يعني نستنتجو ديك الريحة اللي كين في الزيت الزيت كي يبقى زيت رائع بزيف اه اذا كيف قلت لكم غدا نمرو هاد الجزء تاني كيفاش غدا نحضر الزيت غدا ناخد ناخد واحد شوية وغدا هادك اللي غدا نكرمو ورا كيف شفتوها هي ميبسة كيف شفتوها هادك غدا نخزنها اللي كتكون عادي كتير هنحتافظ به هادك هنبقى نستعملها الوقت الحاجة وهاد الخاضرة شديتها وغسلتها مزيان وغسلتها مزيان ونشفتها واحد شوية غير تقريبا باش نقص باش نقص من هالماء ميبقاش في هالماء الحقاش انا ما بغيش نكرمها بزيف باش ناخد منها ديك زيوت الطيارة اللي مازال فيها اه شدي غنغسلها كيف قلت لكم غسلتها ودعبا غدا نقطعها تقطع صغير اه منقطعها غد نديرها في القرعة ونزيد عليها الزيت ديال اه نوار الشمس ما بغيش ندير زيت العودة اللي حقاش اه من الاحسن ندير فيها هد الزيت هو زيت نباتي وغد نديرها في الكاسرولا ولا النار هاد ونقص لها العافية باش باش تطلق رد نخليها تقريبا شي ثلاثة سويع نقص من البوطن خليش ثلاثة سويع اخبار المزايا الزيت الزيت السلمية في صفغات ملونة الشعر وكتعمل على تجديد خلايا بوصيلات الشعر يعني كتسبغهم من الجذور وباش نوصلوا النتيجة احسن ناخدوا قطارات من هاد الزيت ديال السالمي ونخلطوه مع زيت ديال الجلجلين ونديروه للشهر في الليل يعني تلت ايام متابعة ولين نديروه من الليل ليل حتى نهار الثالث عدا كنغسلوه والزيت السالمية كيعمل على تنظيف فروة الشعر من القشرة باش نستافدوا اكتر ناخدوا قطارات ديال الزيت وكنجيدوهم في الشابوان اللي نغسلو به شعرنا وكيعالج فروة الشعر وكيقلل من تساقط الشعر وفيه بزاف بزاف ديال المزايا بزاف اه ما بغيتش نقول اكتر بزاف كتر من المهم قلت الاختصار اللي احنا اه بغيناه اللي هو نديروه الشعر هاد الزيت هو مهم الدرج اللي هو لمهم الشعر ايضا من اللي كيف قلت لكم داس ثلاثة سويع كان ناخدوه تنصف فيه وهذا نديرو انا عنديرو في كاس باش يبال لكم اللون ديالو كيفاش الزيت والاخضر هاد الزيت في اللورة كان تقريبا كان بحل شفاف ما كانش بهاد اللون وكيفاش ولا اخضر خاض هذيك اللون وذيك الريحة اللي فيه اه اذا غدا نخزنه ونبقى نديروه وقت الحاجة اه للشعر ان شاء الله اذا وصلت لنهاية ديالوديو انتمنى ان هادش اللي درتو انكم تستافدوا منو وانما بغيش نديرجوش فيديوهات اه فوائد ديال السالمية وكيف ندير طريقة ديال زيت السالمية انا جمعتهم جوجهم في فيديو واحد باش تستافدوا اكتر وباش تعرفوا اشنا هي الفوائد ديال هاد العشبة ناعمة الحقول اذا وصلت لنهاية ديالفيديو احبابي ما تنسوش اه تديرو لي تشجيع وتعونوني ب بجام ديالكم اذا دمتم في رعاية الله والى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة